موسيقى مشاهدي قنة تونسنا أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري أعلن عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات خلال ندوة صحفية عقدات صباح الأثنين عن تأسيسها لما أسمته بتنسيقية قوى الثورة مؤكدين أن هدف هذه التنسيقية سيكون أساسا لمحاسبة المفسدين والحرص على عدم الإفلات من العقاب إضافة إلى تسريع بتمرير قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر على حد تعبيرهم وتضم التنسيقية كلا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وطيار الإصلاحي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى جانب ما يعرف باسم الرابط الوطني لحماية الثورة وجمعية صوت الشهيد بالإضافة إلى أحزاب أخرى وشخصية مستقلة تبني مشروع تحسين الثورة ومواصلة المؤتمر الوطني لمحاسبة الفاسدين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب إضافة إلى التسريع بتمرير قانون العدالة الانتقالية جملة من الأهداف أعلنت عنها تنسيقية قوى الثورة في أول ندوة صحفية تعقيدها للتعريف بأهدافها وبمكوناتها الثور الذي وقع تعطيل مسارها أنه آن الأوان الذي عادت دفع مسار الثورة وذلك لن يكون إلا عملنا في مرحلة أولى مؤتمر الوطني للمحاسبة وانتهى إلى مشروع قانون وقدمناه المجلس وضعين تأسيسي قانون المحاسبة الثانياً تمام موضوع كشف الأرشيف لأن الشعب لم يعلم من حقيقة النظام الساقط إلا القليل القليل محاكمة الرموز الفساد والدكترة قضية العدالة الانتقالية يعني إش عملنا فيها معناتها المشاكل الكبيرة يسر وتو الناس اللي تتكلم يعني رأي المشكلة الكل مربوطة بإرادة سياسية اللي إرادة سياسية أنتعى السلطة على مستوى السلطة أظهر اللي هالي إرادة سياسية مايش موجود تنسقية قوى الثورة تضم المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء والطيار الإصلاحي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والرابطة الوطنية لحماية الثورة وجمعية صوت الشهيد بالإضافة إلى أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة حاول تحقيق هدف الثورة واستكمالها أنه اليوم لابد من تأسيس جبهة معناها ذات بعد ثوري وطني واللي استكمال المؤتمر المحاسبة اللي صار في جانفي بالنسبة لنا رابطة حماية الثورة وحتى سسمة أنصار الشريعة والسلافيين وكل شخص عنده حس ونفاذ ثوري راه مرحبا بيه واحنا نقبلوه وماذا به ينضم لنا باش تتحقق هدف الثورة واستحقاقاتها رئيس حزب الإقلاع نحو المستقبل طهر هميلة اعتبر عمل تنسيقية عمل ضبابي من ذلك أنه يجب تحديد أهداف الثورة قبل المرور إلى تحقيقها كخطوة أولية هذا واعتبر هميلة أن المرحلة الحالية هي مرحلة إصلاح قبل المحاسبة التي لا بد منها على حد قوله أحنا تواء وقت حساب ولا وقت إصلاح إذا كان مش تشدوا الحساب الأمور ما مش شفها في الخمج تعرفوا إذا تواء ثم فازدين أكثر من وقت بنائلهم تعرفوش باي أنا هم فازدين ما نصلحوه صلحوا الفازدين اللي في كونجي ولا نصلحوا الفازدين اللي فازدوا تو وعليه شفتها ولذا يزننا نعملوا شي جديد نهيكلوا ونضطوا الأمور والفازدين هانو محتوطين في قايمة اللي هرب هرب تونجيبوه اللي في الحبس هنو في الحبس وتونفضلوا خطاب حماسي ساد القاعة خلال أولى ندوات تنسيقية قوى الثورة التي أكدت أن أهداف الثورة لن تتحقق إلا بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفازدين خطوة باركها الكثيرون لكن صعوبات تحقيقها متعددة بدءا بجمع الملفات والارشيف وصولا إلى آلية المحاسبة هدد محمد أمين العقربي الناشط في صفوف ما يعرف بالرابط الوطني لحماية الثورة والملقب باسم ريكو با عبر مقطع فيديو تدولته صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك بإشعال حرب لن تكون حربا أهلية فقط بل ستكون حربا ضد الظلم والفساد حسب تعبيره كما أضاف ريكو با في نفس المقطع أنه في صورة عدم تمرير قانون تحسين الثورة والقضاء على ما اسماهم بشرذمة التجمعيين فإنه ستقوم ثورة جديدة وسيقومون على حد تعبيره بفعل ما لم يفعلوه يوم الخامس عشر من جنف أحد عشر وألفين وسيسحلون الفاسدين في الشوارع يعتزم اليوم عدد من محامي رئيس حركة نداء تونس الباجي قيد السبسي رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ مشروع قانون تحسين الثورة وتمريره على الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي وذلك حسب مصادر صحفية وفي سياق متصل قال الباجي قيد السبسي لدى استضافته في أحد البرامج على القناة الوطنية الثانية إن حوار الأحزاب الذي دعت له رئاسة الجمهورية بقصر الظيافة كان مجرد سينيما قال النتق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر إن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي لن يترشح للانتخابات القادمة بالصلاحيات الموجودة في النسخة الثالثة من الدستور التي خالفت ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حسب قوله وكان منصر قد أشار في وقت سابق إلى أن تصريحات الرئيس المؤقت تجد الصد والانتقاد شديد وردود الفعل القوية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسر على حد السوى بسبب ما وصفها بدواعي انتخابية وحسابات سياسية قال عضو لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليب الشريفة إن إجراء الانتخابات المقبلة لن يكون ممكن قبل مارس 2014 مؤكدا أن مناقشة الدستور فصلا فصلا لن يكون ممكنا في السابع من جوليا المقبل كما تم تنصيص عليه في الرزنامة التي وضعت في المجلس الوطني تأسيسي وقال بشريفة أن لديه معلومات عن وجود العديد من المترشحين لعضوية هيئة الانتخابات الذين تحوم حولهم شبهة منهم اثنين من مستشاري وزير حقوق الإنسان وكتابة الدولة لشؤون الخارجية نفذ عدد من الإطارات الدينية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية وذلك للمطالبة بتفعيل القانون الأساسي الخاص بالإطارات الدينية لضمان حقوقهم وواجباتهم المهنية رفضين ما وصفوه بالزج بهم في التجاذبات السياسية والحزبية كما طالب المحتجون أيضا بإرجاع المطردين والاعتراف بالحق النقبي والتصدي إلى ظاهرة العنف على الأئمة وفق ما صرح به المحتجون قمنا بوقفة احتجاجية تندينا من وصفناه من تهميش لهذا القطاع الحساس ودعوة للوزارة لأخذ موقف جدي مع تفعيل القانون الأساسي الخاص بالإطارات الدينية اليوم على كل مؤسسات تنظر لهذا القطاع لعدم تكرار توظيفه الحزبي والسياسي ثم 200 إمام سيدخلونا إضراب من ولاية تونس إضراب جوع في شهر رمضان ومعهم 120 من ولاية من عروس ولو ربما في الأيام القادمة أنه أدوم بتحركات أخرى ولو ربما أكثر تحرك مطالب إمتعنا هي الإسراء في إنهاء التفاويل في القانون الأساسي الحاجة الثانية هي إرجاع المترودين والحاجة الثانية في الاعتراف بالحق النقابي هو طول زير ذايا جاي بيفرف الحق النقابي الحاجة الثانية هي معناها تفعيل محافر الجلسات قررت محكمة تعقيب العاصمة تأجيل النظر والمرافعة في قضية سم الفهر لغرة جويليا القادم حسب ما أفاد به محاميه عبدالعزيز الصيدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أعلن المستشار السابق لرئاسة الجمهورية أيوب المسعودي على صفحته الخاصة على الفيسبوك أنه قرر اللجوء للقضاء الدولي لمقاضات القيادات العسكرية على خلفية غياب الحياد والاستقلالية لدى القضاء العسكري في القضية التي رفعها ضده رشيد عمار ووزير الدفاع السابق عبدالكريم سبيدي وقال أيوب المسعودي أنه بصدد التنصيق مع عدد من المحامين والمنظمات الحقية الدولية لتقديم شكوى في الغرض أفادت الصحفية تونسية الفرنسية هند المؤدب في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي فيسبوك أنها غادرت البلاد ولن تحضر جلسة الاستماع لها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروسة نظرا لأنها فقدت الثقة في نزاهة القضاء التونسي حسب تصريحها في الأثناء قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إخلاء سبيل أربعة أشخاص فيما يعرف بقضية المحتجين على سجن مغني الراب ويلد الكانز ومن ضمنهم أصحفية هند المؤدب وذلك لعدم توفر حجج إدانتهم قالت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي أن العنصر الإرهابي الليبي الذي تم القبض عليه الأحد في الجنوب التونسي على علاقة بالمجموعة الإرهابية المتحصنة بجبل الشعاب وببعض العناصر الإرهابية في دول الجوارة كما أعلنت الوزارة أن الأبحاث لا تزال جارية مع هذا الإرهابي على حد تعبيرها اجتمع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مدينة بنغازي شرقي البلاد بوزراء الحكومة المؤقتة وأعضاء من المؤتمر الوطني وقيادات عسكرية ومدنية من أجل مناقشة خطط إصلاحية تتعلق بأمن المدينة وقال زيدان بعد الاجتماع أنه أمر بتزويد مدينة بنغازي بعدد من المدرعات وصل بعضها وسيصل البعض الآخر خلال الأيام القادمة مذيفا أنه أمر كذلك بتزويد الشرطة بعدد من التجهيزات والستر الواقية للرساس والذخائر والأسلحة وعدد من المركبات يأتي اجتماع رئاسة الوزراء في بنغازي على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخرا وأصفرت عن عشرات القتلى والجرحة أعلنت روسيا الأثنين أنها لن تسمح بإقامة منطقة حظر طيران وتحليقا فوق الأجواء السورية موضحة على لسان المتحدث باسم وزير خارجيتها أن دعوات بفرض منطقة حظر لطيران تظهر عدم احترام للقانون الدولي ميدانيا تبنت جماعة مقاتلة تدعى لواء الشام مسؤولية الانفجار الضخم الذي ضرب مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق في اليوم الأول من قمة مجموعة الثماني المنعقد في إيرلندا الشمالية ترأست الأزمة السورية جدول أعمال القمة حيث أعلنت روسيا الأثنين أنها لن تسمح بإقامة منطقة حظر طيران وتحليقا فوق الأجواء السورية وجاء هذا الإعلان بعد أن صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اللهجة محضرا من أن موسكو لا يمكن أن تتصور مسألة تسليح المعارضة هذا وقد برر رئيس الروسي تزويد بلاده للنظام السوري بسلاحة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون في لندن الأحد موضحا أنه لا يدعم أناسا يلتهمون أعضاء أعدائهم في إشارة إلى شاريط فيديو بث الشهر الماضي ويظهر مقاتلا معارضا ينتزع أعضاء من جثة أحد الجنود النظاميين من جانبه دعا كامرون من جديد إلى تنح الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن اعتبر أنه من الضروري مساعدة المعارضين السوريين موضحا أنه لا يمكن القبول بأن يكون البديل الوحيد للأسد هو الإرهاب والعنف من جهته حذر عمدة لندن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا دافيد كامرون من تسليح المعارضين السوريين الذين وصفهم بالمهوسين مشيرا أنه على بريطانيا أن لا تستخدم سوريا كمسرح لاستعراض العضلات موضحا أن أي قطعة سلاح يتم أرسلها إلى المعارضة السورية قد تنتهي بأيدي عناصر القاعدة في حين كشف مصدر خليجي مطلع أن السعودية بدأت منذ نحو شهرين بتزويد المعارضة السورية بسواريخ مضادة للطائرات على نتاق ضيق ميدانيا استهدفت المعارضة السورية المسلحة الأحد مطارين عسكريين في المزة والقلمون فيما لقيا ما لا يقل عن 82 شخصا مسرعهم الأحد في مختلف مناطق سوريا هذا وقد أعلنت الاثنين جماعة مقاتلة تدعى لواء الشام تبنيها لمسؤولية الانفجار الضخم الذي ضرب مطار المزة العسكرية بحي في العاصمة السورية دمشق هدد وزير الداخلية التركي بقمع أي تظاهرة معتبرا أن الدعوات التي وجهتها ناقبتان عمليتان كبريان إلى أضراب عام الاثنين دعما للمحتجين ضد الحكومة غير قانونية وقال الوزير أن هناك إيرادة في دفع الناس للنزول إلى الشرع من خلال أعمال غير قانونية مثل وقف العمل والإضراب مؤكدا أن قوات الأمن لن تسمح بذلك على حد تعبيره استهدفت تعدد تفجيرات مركزة اقتراعا في محافظتي الأنبار ونينواء التي شهدت تصويتا لرجال الجيش والشرطة في إطار انتخابات مجالس المحافظات مقيعة عشرات القتلى والجرحة بحسب مسؤولين عراقيين تأتي هذه التطورات بعد أن شهد العراق يوم أمس موجة عنف دامية راح ضحيتها 32 قتلا على الأقل وأكثر من 100 جريح في سلسلة تفجيرات بمناطق متفارقة تقع أغلبها في جنوب البلاد لن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد هكذا تترجم التجاذبات والاختلافات السياسية على أرض العراق عمليات انتحارية والتفجيرات الواحدة تلو الأخرى تسفر يوميا عن عدد من القتلى والجرحة أحدث التفجيرات تلك التي هزت اليوم مراكز اقتراعا في محافظتي الأنبار ونينوع التين تشهدان تصويتا لرجال الجيش والشرطة في إطار انتخابات مجالس المحافظات وذلك بعد يوم من موجة عنف دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتلا و100 جريح في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق مختلفة أغلبها الشيعية هجمات بسيارات مفقخة وعبوات ناسفة عكست مجددا ما يشهده العراق مؤخرا من تدهور أمنية في الوقت الذي لا تزال تعيش فيه البلاد على وقع توتر سياسي يهدد بالانزلاق إلى حرب طائفية توتر أمني جعل السلطات العراقية تعزز من قدراتها في محاولة لتأمين مراكز الاقتراع المخصصة للناخبين والتي بلغ عددها أكثر من 150 مركز انتخابيا ورغم تعهد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بتلبية مطالب المتظاهرين المناغذين للسياسة إلا أن أعمال العنف في البلاد لا زالت تأخذ منحا تصعيديا وهو الأمر الذي جعل المالكي يتهم أطرافا خارجية بالوقوف وراء التدهور الأمنية الذي تعيشه البلاد سعيا منها لإسقاط حكومته على حد قوله أكد الرئيس الإيراني المنتخب حسان روحاني أن حكومته ستتخذ الاعتدال منهجا لها في كافة المجالات مشددا على أن التطور الاقتصادي والثقافي لا يمكن تحقيقه بالتطرف وأضاف روحاني في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية أنه سيعمل على أن عاش الاقتصاد الإيراني وتعاون البناء مع المجتمع الدولي مشددا أن بلاده مستعدة لإبداء شفافية أكبر فيما يتعلق ببرنامجها النووي ولكنها غير مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم على حد قوله وفي سياق متصل دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لارجاني الرئيس المنتخب حسان روحاني إلى تشكيل حكومة ذات كفاءات وخبرات تتحل بروح المسئولية والإيمان وأن تجعل من تطبيق القانون أساسا لعملها وهذا حسب تعبيره جاء ذلك فيما أفاد البيت الأبيض أن انتخابات روحاني رجل الدين والمفاوض النووي السابق يمثل مؤشرا محتملا يبعث على الأمل إذا ما وفي بوعوده الانتخابية بأن يكون واضحا بشأن البرنامج النووي زهر وزير خارجية الإكوادور سفارة بلاده في لندن حيث اجتمع بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اللاجئ منذ عام في هذه السفارة على أن يلتقي الوزير وناظره البريطاني ويليام هيغ في اجتماع سيكون ملف أسانج محور محادثاته وقالت خارجية الإكوادور أن حكومتها تبقى ملتزمة بحماية حقوق الإنسان والحصول على ضمنات حاسمة بعدم تسليم أسانج إلى دولة ثالثة في إشارة إلى الولايات المتحدة وسط مخاوفة من أن يواجه أسانج عقوبة الأعدام أو السجن مدى الحياة بتهمة نشر وثائق دبلوماسية أمريكية سرية مشاهدين نشكر متابعتكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر